القانون هذا تخيلوا أنه يستبدل تخيلوا يغير القانون الليبي ليتوافق حتى في المسميات مع القانون المصري المحكمة العليا قالك معايش فيه حاجة اسمها محكمة عليا ما لاش نسمها يا عمي يا عباس كامل يمتع المخابرات المصرية وانت يا عقيلة صالح قالك اسمها محكمة النقد طبعا نحن طول عمرنا نعرف المحكمة العليا المصريين طول عمرهم اسمها محكمة النقد تلقاها وانا لما تمشي في شوارع القاهرة الاسكندرية مكتب المحامي فلا المحامي بالنقد هو نحن تمشي المحامين بتاعنا المحامي بالمحكمة العليا هكي متعودين من يوم الدنيا والدين في ليبيا لا قالك عقيلة صالح يستون ورهوا لكم موجود القانون يستبدل اسم المحكمة العليا بمحكمة النقد بايوشين تانية عم يعقيلة صالح انت والمصريين بتاعينك قالك الطلطاش مدائر المادة رقم ستة القوضاء الطلطاش ثلاثة يعينهم مجلس النواب وثلاثة يعينهم المجلس اشبه مني الرئاسي والمهم قالك بعدين جاي في مادة تانية لقدام قالك استثناء من المادة ستة في الدورة الجاية هذه الطلطاش يعينهم عقيلة صالح تيك شن تحكي ايه موجود ايه هذا هو ايه موجود هذه الحقيقة ترى اعطوني يا شباب اللي انسرتات الله يرضى عليكم اعطوني هاي يصدر اول تشكيل للمحكمة الدستورية استثناء من المادة ستة من هذا القانون بقرار من مجلس النواب ويتضمن تعيير رئيس المحكمة ونائبه واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويودي اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليه في المادة السعطاش من هذا القانون امام مجلس النواب يعني قال لك في اول تشكيل للمحكمة الدستورية كلهم يعينهم مجلس النواب بما فيهم الرئيس ونائبه واعضائها يغير شوفوا المادة ثلاثة شن هي يغير اسم المحكمة العليا الى محكمة النقد اينما وجده في القوانين واللوايح بعدين رئيس المحكمة يبدو يقول تعال هنا يا واد ما تروح هناك يا واد خلاص جميع الدعاوي والطلبات القائمة امام الدائرة الدستورية بمحكمة النقد اللي هي المحكمة العليا سابقا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية بمقتضى هذا القانون تحال اليها بحالتها فور صدور هذا القانون وبغير رسو يا راجل حتى الصياغة الصياغة امتاعها والله مصري شوفوا المادة واحد وعشرين يا شعب ليبيا تختص المحكمة الدستورية اللي بيديرها عقيلة دون غيرها بما يأتي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوايح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية على النحو المنصوص عليه في المواد التالية ولا يجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية اي نص قانوني او موضوعي او اجرائي بدعوة متدأة الا من قبل رئيس مجلس النواب او عشر نواب على الاقل او رئيس الحكومة او عشر وزراء يعني عقيلة صالح ممنوع انك اي حاجة يديرها في مجلس النواب ممنوع المحكمة الدستورية اللي هو يحلم بها انها تقبلها ولا يجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية اي نص قانوني موضوعي او اجرائي الا بدعوة مبتدأ الا من قبل رئيس مجلس النواب او عشر نواب او على الاقل او عشر نواب على الاقل او رئيس الحكومة او عشر من وزرائه تخيلوا تخيلوا يعني هذا النص اللي كنت ندور فيه بارك الله فيكم يا شباب الله يفتع لكم تخيلوا عقيلة صالح فوق النادار محكمة علشان يقضي على الدائرة الدستورية لان هي اللي اللي حتوقف العبث امتاحهم واللي قاعدة الى حد الان شادة روحة قالك بيديني لهم محكمة هو يعين شوفوا هو يسمع شفته هو يعين اعضاها بالكامل في اول انعقاد لها والرئيس ونائبة هو لعينا وبعدين قالك ما يقبلوش كيف محمود عبد العزيز يجي وهو يخالف كل القوانين الطبيعية لان اي صاحب مصلحة من حقيا يرفع دعوة قالك لا الا من رئيس مجلس النواب او عشرة نواب او رئيس الحكومة وعشرة وزراء تخيلوا شوفوا العبث يعني يدير المحكمة ويعين اعضاها وحتى القضايا اللي بتنظرهم لازم هو يوافق عليه معناها الغال السلطة التشريعية ويجيك ناس تتكلم في امور تافهة يا اخواني هذا المفروض هذا يصير لزيد شاوشيسكو المفروض هذا يصير لزيد شاوشيسكو احنا يقضينا على المعمر القدافي في 2011 ونظام الاستبداد والجور علشان يجينا عقيلة صالح اللي كان يقرى في وثائق العهد والمباعة لمعمر القدافي والمخابرات المصرية تلعب فينا اللعبة هذه